أنت عارف أنت أول حد يمكن في الدراما المصرية أعتقد يعمل المشهد ده بتاع فرحة المتجوز بعافشه اللي جاي ده أنا شوتوش قبل كده آه الحمد لله فدي حاجة كمان الشباب بقى اللي بيشوفوك وبياخدوك قضوة كله كله يعني أنت ده وقت النهار ده أي حد هيتجوز عايز يعمل المشهد ده الأفراح أنا لقيت في الأفراح المالي الحلال أهو بيغنون أهو الأغنية بقى ها تعملت الله خ PG طلبوك في الأفراح تعال اقول لنا أغنية ولا حج و.... اهه طلبت كثير قوي إيه من أنت طلبوك في أغرية الإعلانات بقى والله إعلانات آم 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 آآ 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 الاجي بس كده أنا أعدي أقول المالي الحلال هاهاهاهاهاهاهاهاهاهاها عدلنا بس آه Oak Land me would call him his own انت ديني لنا بركة الحلال وكل عايز يعني يعني يتعمل على إن ده مال حلال أي حتى لو حرف هاهاهاهاهاهاهاهاهاها unlike me أنا لو قلت... لا اج operational like this الناس آه يعني خلاص بقى المال حلال بالنسبة لنا اللي بوثق ان ده مالحلال بالظلطة احتاجوا كتير الحمد لله كمان الشخصية كمان يعني عاطف كانت من الشخصيات اللي أنا حبيتها لانه كان فيه كذا نقلة في الشخصية يعني الناس ضحكت مع الشخصية اتأثرت بالشخصية شافت نقلته مع شادية فالحمد لله دور نفسه كان دور دسم بالنسبة لي جدا جدا هو دسم وجميل وكوميدي ولطيف اللي حاجة فيه وانا بقول مش بس المشهد دعشان انا دايما ما بحبش احصر الدور الحلو في مشهد بس احنا بدون المشهد اللي هو وقعنا من عكنا بنتحك الحمد لله يعني كل انا بشوفك من زمان بالمناسبة وعارف اعمالك ومتابع معاك وبقول اه لا مذكر وشاطر الحمد لله فبشوفك باتفرج بحب اتفرج انت ليك لف حركات براسك بندحكنا يعني ليك بتنطر راسك نطر كمان وبتتخد خد اقول هو انا كنت عايزة هو كده بجد في الحقيقي واللي هو يعني دي حاجة ما شاء الله بتطلع في التمثيل والله هو لما انا ببقى مصدق انا ببقى نفسي الناس تصدق فبتخش الشخص اه جدا وبحب ان الروح توصل للناس والناس ما بقتش يعني الناس اه دي حد ينتعني ادحكنا والله بيتناقشني كمان انا نفسي الناس تضحك من قلبها وده هدف عندي ان انا نفسي ادحك من قلبي ولما ربنا بيكرمني بناس في العمل بالشكل ده يعني مش هتكلم على استاذ الكبار استاذ احمد السقق استاذ باسم السامرة استاذ طريق لطفي استاذ زيناء كل صحابي النجوم الكبار اللي مفيش حد كان صغير فيها زع العمل صحيح لما يكون فيه ناس كلها مهتمة ان كلنا نطلع في افضل حالة فبتبقى مرتاح فيا سلام لو كل واحد بيقول لتاني تفصيلها لو حد بيقول لحد ده فيه تفصيلة هنا ممكن تقولها اه اه فالروح دي كلها ظهرت على الشاشة فانا ببقى دايما مهتم ان يا سلام لو الناس تضحك من قلبها مش فكرة ان انا يبقى لطيف او الناس تقول علي والله ده جامد لا ما عنديش التفكير ده اطلاق وده اللي مجح اه وانا نفسي لما بتفرج والله ساعات بتفرج على نفسي انا محبش اتفرج على نفسي اطلاق كل شاطرين كده محبش اتفرج على المينتور خالص حتى لما حد يقول لي تعالى اتفرج ما احبش اتفرج ممكن اتفرج على زميل اي انما لا ما احبش اتفرج شاطرين ما بياجبهمش سعب بفاجئني ايه ده وانا عملت ده زي بفاجئني اه بفاجئني فيه شخصية جوه شخصية اه فعلا والله العظيم من فكرة التزديق يعني ببقى نفسي الناس تصدقني وده الحمد لله بيحصل اه بقى تارا اه بقى تارا اه بقى تارا